اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه احباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة وصحة وعافية اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا جميعا بالصحة والعافية اللهم امين احنا اتكلم النهاردة ايوال احباء في الله حول موائد مضرة كلمة موائد مضرة ناس كتير ازعجتهم قالوا يعني ايه موائد مضرة يعني الطعام اللي بتتناوله قد يكون سبب في ضرر جسمك وصحبك الموائد المضرة احنا نهاردة نتكلم مريض السكر ونجد كثير من البيوت الان فيها واحد او اكثر من الاباء مريض بهذا ادى نسأل الله ان يعافينا وياهم بنقول مريض السكر في شهر رمضان لابد ان يكون على حذر شديد زي ما بنقول بنستعد للاشياء الكبيرة مريض السكر في الصيام بنخاف للسكر ينخفض عنه يبقى عنده جهاز قياس السكر في الدم بنقول دي اجمل هدية ممكن تهديها لولدك او والدتك المصاب بالسكر انك تجيب لهم الجهاز علشان ما ينستنى الشهر ويقولك انا بحلل بعد شهر لا التغيرات قد تحدث ما بين ساعة وساعة في نفس اليوم الجهاز بسيط جدا بقى فيه شرايط بياخد عينة من الدم وبنقس السكر طب ايه المائد اللي ممكن تضر مريض السكر كتير من الناس يتخيلوا ان مريض السكر يمدعد عن السكر فقط لا ما يعرفوش ان من اكتر الاشياء المضرة الى جانب السكر هي التخمة او الاطعمة الزايد ان واحد يأكل حتى يصل لدرجة التخمة بنقول مريض السكر يبتعد عن المخبوزات الفرنج يعني ما نروحش ايه طول ما هقاعد عمال يأكل يقولك دي واحدة بالعجوة التانية بالملبن فطيرة صغيرة بالسكر لا ما ينفعش يقولك انا حس ان السكر يهبطان وكتير من مرضى السكر بيعنده حيلة نفسية يقعد يقول لولاده غوصون الدكتور قال لي ان ممكن يحصل لي هبوط في السكر وده يخوف اكتر من ارتفاع السكر اما يجي يقول لنا كده نقول له طيب يا بابا معلش حاجة بسيطة جدا نشكة بدبوس صغيرة ناخد عيين الدم ونشوف السكر عندك اخبار وايه ان كتير من مرضى السكر يقولك نحس بحبوط الدنيا حاجة مسكرة يكون السكر عنده مرتفع ويوصل لارقام لتلتمية وربعمية لا نقول مريض السكر يحترس من التخمة بلاش ياكل كتير اما نيجي نطبخ ونعمله الرز لا ما نديروش بقى طبق كبير لا اربع معالق كفاية يدوق الرز الماكارونا بلاش نزود السمنة على الماكارونا واحنا بنعمله البطاطس هو بيحب البطاطس لا يبقى شريحة اتنين عشان يدوقها ويستحب ان يهتم بالخضروات اللي فيها اللي فيها يعني ايه زي الفاصولية واللوبيا زي السبانخ زي الملوخية البامية فيها الياف وخضروات تفيدو كفيتامينات ولكن ما يهتمش بقى يقول ايه انا بحب القلقاس كله نشويات انا بحب البطاطس لا دي مضر جدا على المائدة وايضا يحترس من الدهون المشبعة دول المشبعة يعني ايه يقولك انا بحب جلدة الفرخة قوي ضر جدا بيك انا حب اكل لحمة الملبسة ضر جدا لمريد السكر او واحد نقول له احترس وانت على مائدة الرحمن في هذا الشهر الكريم فيه بنقول يعني موائد مضرة اكتر مائدة ضر مريد السكر هي مائدة الانفعال والغضب اوعى وانت قاعد تاكل تنفعل وتزعق انا مش عارف انت مجرد ما بتنفعل السكر بيرتفع ليه انه بتزداد عندك هرمونات تسمى هرمونات الاستريس او الاستريس هرمونز لذلك مريد السكر حالة نفسية جيدة اطعيمها ليفية كتير يبتعد عن السكر والنشويات يبتعد عن الدهون المشبعة والمخبوزات والعصائر المعبقة لا اشرب عصير طبيعي عصير بفتقاني بقى كويس جدا نسبة السكر فيه مش عالي قوي زي اللي بيضاف له على الاقل اقل علبة عصير اقل واحدة فيها ما يعادل 17 معلقة سكر انت عمل بقى في الشاي اخذ ربع معلقة ونص معلقة وتيجي تروح شارب كبات عصير اديت لنفسك 17 معلقة وانت حارم نفسك طول اليوم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنى على كل مرضى السكر بالشفاء وان يبارك لنا فيهم وفي صحتهم اللهم امين وان يرزقنا وإياهم الفردوس الاعلى اللهم تقبل منا الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم امين وفي الختام الى لقاء في حلقة جديدة مع صحة وعافية موسيقى اشتركوا في القناة